نجمة متخصصة في الأدوار الصعبة من الفنانات القليلين جداً اللي مش ممكن تتخيل أي حد غيرها في دور قدمته وبشهادة المخرجين والنقاد بتمتلك أسلحة كتير بتخليها تنجح في تكسيد أي شخصية بتعملها زي طريق أداءها، نظراتها، خامس صوتها اللي تتغير حسب كل دور وفوق كل ده هي ستة أصيلة وجدع مع كل صحابها وكل الناس اللي يعرفوها ده غير إنها أم نجحة وستة بيت شطرة ونجمة معروفة، أضفتي نهر ده في كلام الناس النجمة رحاب الجمل منه ورغوني ومشرفوه ونسيت حاجة في التقديمه مهمة جداً وبس مع كلام ياسمين عز وبعمل بلا صحيحة ده تثبيت رسمي من أول حلقة ده أولاً ده حاجة تفرحني إنه إنه يبقى كلامي عجبك أه بس لو حصلت مشكلة هجيبك تحليها أنا موجودة أنا هعمل بلصايحك أنا عجبت يحوني فقط هتحصل مشكلة هجيبك إنتي بتعملي من قبل ولا بالجديد؟ والله من قبل بس إنتي زودتيها بقى يعني حطتي كده شوية نصايح كتيرة حلوة إنتي من عجبت قوي اللي يشوفك في أدوارك يوجد شخصية قوية وجامدة وصوتها عالي في البيت وتمشي كلمتها بس الحقيقة إنك زوجة وأنثة ونعمة وست بيت شاطرة وحاجات كتير صح؟ أه بس عندي شخصية برا البيت يعني عندي شخصية بس في البيت أصلي هي مش خناقة مش حاربة يعني الحكاية عالفة تفاهم يعني كلمة أسرة ويلة صغيرة دي يعني أأمن مكان الله بتبقي ريلاكس فيه بقى بتبقي ألعى الماسك ألعى الماسكات اللي بتطاري تستخدميها برا في مواقف مختلفة فأنا بالنسبالي لأ أنا تمام مرتاحة مرتاحة في البيت بس في كذا حد قال لك غيري إنه ممكن يبدو عليك عشان تي شخصية قوية برا إنك في البيت كمان صارمة وقوية صاح؟ مش أنا الواحدي آه كتير قالوا لي كده بس لأ لأ خالص بتفاجوا بيكي في البيت إنك نعمة ورقيقة والله أنا مهزقة لا ما تقوليش كده هابل قوي تفهم في البيت جي تيبة لأنا بلعب واتنطت وبعد هزر كده وحاجات كده تريأ كتير قوي يعني بعلق ما بعديش حاجة كده لازم أعلق اشتركوا في القناة